معرض لتثقيف المواطنين هذه هي فكرة نادي القرى في محافظة الحج حيث يعد هذا المعرض الأول من نوعه هنا في كلية نصر العلوم الزراعية وكلة تربية صبر بلحج ويهدف إلى جعل الكتاب في متناول المواطن هذا المعرض فعلا معرض مشرف ويثبت لنا بأن هناك فعلا نهضة فقافية ونهضة تنووية ونهضة إنسانية تستحق كل ثناء وتقدير وكل تشجيع السلطة المحلية التي أكدت تشجيعها لجهود الشباب الهدفة إلى إخراج المحافظة من الواقع المضطرب التي تمر به إلى الأفضل دعت الشباب إلى المضي نحو هذا التوجه وتكريس فكرة تبقي في المجتمع هذا المعرض بسيط إلا أنه يحمل ذاكرة من ذاكرة التحول في التاريخ في الحج إلا أنه سيتطور هو نواة أولى أنا أعتقد أن وجود هذه النواة أنا أعتقد أنه مبشرت في خير قادم لهذه المحافظة وأتمنى من القائمين على هذا المعرض تطويره ونحن ندعمين لهم في كل المنظمات الدولية وفي السلطة المحلية وأنا أعتقد أنه نواة طيبة وبذرة نحو الخير والثقافة المأمولين يختزل المعرض في طياته ثلاثة أقسام قسم للبيع والاستعارة والكتب الإلكترونية والتي بدورها انقسم إلى عدة فروع منها القصة والرواية والشعر والكتب الدينية وكتب متنوعة إلى جانب كتب خاصة بالأطفال أهمية المعرض من أجل إشهار مدينة الثقافة والفن بعد إخماد هذه الثقافة وتكون لنا بصمة ثقافية في مدينتنا المعرض يهدف إلى زيادة الوعي لدى الشباب سوى في الجوانب العلمية أو الأدبية أو الثقافية عامة وأحياء الموروط الشعبي والتاريخي وإعادة الثقافة والتاريخ والأدب التي كانت تزخر بها محافظة الحي مختار شعطل لقناة بلقيس محافظة الحي اشتركوا في القناة